اشتركوا في القناة احنا اخترنا لكم الهرم اللي بيعبر عن حضارة وطاريخ كبير جداً ممكن نقعد نتكلم عنه سنين وبنفتخر به قدام العالم كله زي بالزبط ما بنفتخر بالنجم اللي حيكون معانا النهاردة نجم الجيل من 16 سنة اللي بيغني وبيمثل وبيلحن أغانيه وبيكتبها وبيكتب كمان أفلامه اللي عاملة أعلى إيرادات في السينما المصرية وفي العالم العربي كله النجم المصري تامر حسني الميزة في شعبية تامر إن كل الناس بيحبوه يعني أنا عمري في حياتي ما سمعت إن فيه فنان بيتعامل له استقبالات شعبية ومراسمة احتفالية بالورود والموسيقى في أي بلد بيزورها في العالم غير تامر حسني ومش بس في الدول العربية وكمان في الدول الأجنبية بيتشوفوا تامر حسني في لس آنجلس و بيتشوفوا تامر حسني في سوريا وبيتشوفوا تامر حسني في سوريا وبيتشوفوا تامر حسني في فرنسا عنده قدرة على التواجد في الحفلات الضخمة هو فعلا حالة استثنائية في محبة الناس ودي أول مرة نشوف الحالة دي النجم المصري العالمي تامر حسني أنا ببقى سعيدة جدا لما بشوف الفن المصري هناك أنا ببقى سعيدة جدا لما بشوف قدرات زي قدرات تامر حسني مفيش مطرب عربي حضر له ربعمائة ألف شخص في حفلة واحدة غير تامر حسني مش أي مغني يقدر يقف وسط كل الجموع دي مش أي مغني يقدر يبقى عنده الخبرة دي تامر عنده الخبرة العظيمة دي عمل حفلة هيلة وعلى فكرة ده مش غريب عليه مصر دائما مولادة نحن لا ننسى أبدا تاريخها الفنية انتداء من السيدة العظيمة ومكتوب وبدأ العملاق عبد الحليم حافظ والآن وبعد ثلاثين عام أسطولة جديدة أطلقت عليه الغرب أسطولة الخرنة ونحن في المغرب نطلق عليه أسطولة الزمان وزي ما انتو شايفين تامر في كل مكان بيروحوا بيكون في تكريم كبير واستقبال شعبي لهذا النجم العظم جمهور تامر حسني أعظم جمهور في الوطن العربي أقنقل أقنقل تامر حسني هذا المعنى هو تامر حسني أقنقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المصري الوحيد اللي اتكرم بالبصمة الاسمنتية في هولوود واسمه اتحفر جنب 250 فنان من اساطير العالم النجم المستمر حصيلة الحصيلة تكبر في المطرب الى ان يصبح نجم شعوري ده في السعادة ما تحققش الى مرتين مرة لما لعبت مع عبد الحليم حافظ ومرة لما عبت مع تامر حسن تامر هو ألجح مطرب الربع قرم للأخير من بعد يعني عبد الحليم لا اكتر كمان من سنة 69 حتى الان مين اللي عمل لجح رقمي واضح بعد عبد الحليم حافظ اقولك تامر تامر اخر فيلم كان بيتباع بأعلى السعر تامر يتباع فيها برقم هاي وصل 110 الف دولار لو اقولك ان افلامنا مثلا كان بيتباع ب20 و25 لما نضغط صاحب النجاحات الفنية والارقام القياسية لكل حفلاته وطبعا حفلات السعودية بالتأكيد يسامي هو انجح فنان مصري غنى وقدم حفلات جماهيرية في السعودية وحضر حفلاته اكتر من 50 الف ساعد اتعلمنا الاناقة من ستايل الرهيب صاحب موهبة واجدهاد وقصة كفاح وصل بيها للعالمية ما ننسى كمان انه صاحب اول حفل في تاريخ المملكة العربية السعودية المشرفنا دايما في مصر وبرى مصر تامر حسني تامر حسني هو صاحب اكبر حملة تبرع بالدم في التاريخ واول مصري يدخل مصرف مصوعد جينيز وولد بوكوف راكوردز في العالم وجمع مع جمهوره 110 الف كيس دم لشعب مصر في حملة واحدة بس بصراحة حاجة تفرح لما تشوف مطرب مصري وعربي عنده جمهور في امريكا في لوس انجلس واقف على باب حفلته طوابير بالشكل ده هنا بيتكون ايقونة ايقونة لانه بيحقق نجاح من اول ظهوره ويقدر يحافظ على هذا النجاح نتاج سنين شاءة بجد الـ 15 سنة دولة قدر يعمل فيهم أرضية سبتة تقدر تجدد نجاحه وانه يبقى نجم الجيل والجيل اللي بعد والجيل اللي بعد وحافظ على القديم واكتسب الجديد نجم محبوب من المصريين كلهم والعرب وكمان عنده أرضية واسعة جدا في العالم الأجنبي الغربي تامر حسني بالدراسات والإحصائيات الرقمية هو أول فنان في العالم يغني ويمثل ويكتب ويلحن أغانيه ويقلف قصص أفلامه وينتج كمان ويحقق فيهم كلهم أعلى إرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية حلق المكان يصحى بزمان بسانوا انتوا طيبين طولا مشاهدين ON TV ورجعنا لكو تاني دلوقتي ومعنا نجم الجيل تامر حسني أزيك يا تامر؟ أزيك شرين أخبارك إيه تمام؟ الحمد لله تمام أولا كل سنة وإنت طيب وإحنا مبسوطين جدا جدا إنت معنا النهاردة على شاشة ON TV والله أنا مبسوط أكتر وبعيد على السادة المشاهدين ودخلين بيوت كل الناس النهاردة وبنحتفل معاهم كأسرة واحدة العادي أن هما كانوا بيجون الحفلات دلوقتي إحنا اللي رحين لهم البيت يا رب نبقى ضيوف خفاف وإن شاء الله نخليهم يقضوا وقت جميل إن شاء الله أنا متأكدة من ده تامر أنا ملاحظة أن من أول ما ابتدت أزمة كورونا وإنت قلت لأ أن أنت مش هتعمل أي عمل إلا ما يكون فيه جزء حيروح لمتضرري كورونا أنت حتى من كتر اهتمامك بالموضوع ده أنت حتى غيرت كل صورك على صفحات السوشيال ميديا وحطيت صور جشنا الأبيض فأنا يعني عرف أدئي الموضوع ده مهم من لسبالك أحكي لي أكثر والله أو زي زي أي مصري يعني فيه أزمة بنمر بيها كلنا يعني العالم كلنا فعلى قد ما بأقدر من خلال شهريتي ومن خلال فني إن أنا أوزف ده لخدمة الناس يعني الناس يامدونا إحنا كفنانين من غير الناس يعني ما كناش هنوصل للمكانة اللي إحنا فيها فما أعتقدش لما بيحتاجون في وقت زادة خصوصا للناس اللي مش قادرة اللي بيشتغلوا بالعمالة اليومية أو محدود الدخل أو الناس البسيطة اللي مش قادرة تجيب دواء أو مش قادرة تقعد في البيت ما تشتغلش كان لازم أعمل حملة وأكتر من حملة كمان يعني لأن ده طبيعي يعني ده إحساسي الطبيعي يعني تامر قبل ما نبتدي حفلتنا أنا كنت عايزة بس أعلق على الفيديو اللي إحنا لسه شايفينه دلوقتي إحنا شفنا قد إيه الناس بتستقبلك لما بتوصل عشان تحي أي حفلة في أي بلد ومش البلاد العربية بس يعني البلاد الأجنبية كمان زي فرنسا وأستراليا وأمريكا ولندن الناس بتنزل بتحسنوا ما في مظاهرات يعني الناس مش نازدين عادي بيستقبلوك استقبال مش طبيعي يعني الناس بتنزل بكميات مهولة لدرجة أن في بلاد بيعملوا بس مباشر مجرد بس وصول تامر حسني لبلادهم بتحس بإيه لما بتشوف الكلام ده وبتحس أنت وصلت للنجومية دي والله أقولك بصراحة في بداية ما بدأت أسافر وشفت استقبالات بالشكل ده استقبالات شعبية كده وزفة وموسيقى وورود يعني كنت متخيل لأ يعني دي مرة يعني مش لازم كله لما بدأت أعمل تور في جميعا حي العالم أنا ما كنتش عارف لسه حجم شهورتي قد إيه اتفاجئت إن الحمد لله رب العالمين ده كرم من ربنا وهدية كبيرة جدا اتفاجئت إن حب الناس ده والشعبية دي في كل البلاد الحمد لله العربية والأجنبية اللي أنا زورتها فأنا بقول الحمد لله ده دي نتيجة تعب كبير ومشوار كبير جدا أنا مشيته طبعا وخلاص في الشغل والجمهور أنا مش عايزوا الجمهور أنا بعدية بحس إن هم أهلي لأن كبرنا مع بعض إحنا الاتنين فهم شاهدين أنا بقى تعب عشان هم قد إيه واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب هم مصدقيني وأنا مصدقهم وبحبهم جدا وبشكر كل الناس اللي دعمتني من يوم ما طلعت لغاية النهاردة بجد أنتوا سبب كبير في اللي أنا فيه وعمري منسى ده عشان كده أنا دايما على تواصل معاهم ويمكن فيه حالة حب بينا ممكن فيه ناس بتستغربها أو ما تصدقهاش بس هي حصلة عشان الصدق اللي فيها طبعا طبعا أكيد تامر طب خلينا نتكلم بقى عن حفلة النهاردة حفلة النهاردة مختلفة شوية عن الحفلات اللي أنت متعاود تعملها عشان حكتين أول سبب مفيش جمهور وتاني سبب أنت لسه مش عارف هتغني إيه إن إحنا مستنيين فيه جمهور قدامنا لأنه في العالم كله بيتفرج عنه من خلال بالزبط شاشة أطي فيه ده أكيد بس ما فيش جمهور حاضر معنا النهاردة وفي نفس الوقت أنت لسه مش عارف هتغني إيه إحنا عملنا هاشتاج اسأل تامر حسني وبصراحة كمية الناس اللي تفاعلت عليه مش طبعية وكل شوية هم اللي بيبعطولنا عايزين كل شوية هم اللي بيبعطولنا إيه هي الأغاني اللي هم عايزينها تعالى نشوف كده مع بعض الناس بتقول إيه طاقة إيجابية يعني ناس بتقولك أنت فتأ أحلامهم ناس بتعيط ناس بتحسدني على فكرة على قاعدتي قدامك دي يعني ردود أفعال غير طبعية وطبعا الناس كتير جيدا بتتكلم على تكريمك في بصمة هوليوود وفي نفس الوقت بيكلموا طبعا عن الإنجاز الرهيب بتاع جينيز ورد بوك اف ريكورد وده إنجاز يعني مفيش ولا نجم عربي قدر يوصل للحاكتين دول في نفس الوقت وبالذات في السنة ده طبعا باشكر كل الناس اللي بتتبعنا دلوقتي وطبعا أنا هنا عشان رد على أسئلتهم كل الأسئلة وعلى الأغاني اللي نفسهم يسمعوها أغانيها كلها أنا النهاردة أصدت إن أنا محضرش حاجة وخلي الجمهور هو اللي يكرر أنا أغانيه النهاردة بالضبط كده ومن خلالك بقى وزي ما أنت وتي قبل ما نسجل إن أنت حترتب الأغاني حرتب لك كل حاجة تأخذ طلباتهم ترتبيها وأنا أغني على طول هرزم لك كل حاجة هو ده طيب هنا عايزة أقول لك في كمية ناس طلبة أغنية الأصل مصري عليها دخت رهيب عايزة أقول لك وفيه واحد حتى بيقول دي أجمل أغنية حصلت لمصر وأغنية اللحظة الحلوة كمان لها ناس كتير جدا عمالة بتطلب فيها ففعلا الأغاني دي يعني من أكتر الأغاني اليومين دول نستكلم عنها طيب دي شهادات عظيمة يعني هم آخر أغنيتين ليا الأصل مصري واللحظة الحلوة وأنا بحبهم جدا على فكرة وحبهم جدا جدا ومبسوط إن الناس تفعلت معهم كده وحبوها بالطريقة دي وأكيد أغنيهم أغنيهم أنت بتديت بقلك 16 سنة وأكيد في بصمات كتير جدا بس إيه أكتر بصمة أثرت فيك بصمة مراتي بحي بصمة مراتي طبعا بحي يعني زوجتك الجميلة بسمة بوصيل طبعا هي أكيد في ظهرك دايما وبنشوفها على فكرة أنا عارفة إن هي بتعملك برضو ستايلين كتير وهي بصراحة جميلة جدا وإحنا شايفين النهاردة أنا شايفها مجهود هي المزبطة الأوتو بتاع النهاردة مش كده؟ والله مفيش مجهود ولا حاجة أنا طبيعي جدا مفيش حاجة بس ده العدي بتاعك لا والله يعني بسيط يعني بسيط بفيش حاجة هي الفكرة برضو في البساطة مش في التكلف لا الواحد كلما كان بسيط كلما بقى شبه الناس وشبه الناس اللي أنا بأعبر عنهم يعني وهي زوجها راقي الحقيقة وتساعدني كتير في الحاجات دي أنا مرحب بيها دلوقتي والله ربنا معاك في كل المشاريع اللي بتعمليها الفترة دي وربنا يوفقك وربنا يخلنا أولادنا وخليلي أمي وأبوي وخليلي كل الناس كل الناس اللي بيحبوهم ربنا يا ربي يخليهم لك كلهم طيب تامر أنا عارف أن أنت كنت نزلت على السوشال ميديا بتنصح الناس يستغلوا وقتهم إزاي في الحزر أنا عايز أعرف إزاي شوفي هو من أول أيام الحزر وأنا تعاملت مع الحزر وكأنه شهر رمضان لأن الواحد في شهر رمضان بيعوض حاجات كتير قوي ما بيقدرش يعوضها في حياته الطبيعي في كل العلاقات يعني كل حاجة طورتها يعني قعدت مع أولادي أكتر مع أمراتي أكتر أكيد في عز الشغل الواحد بيبقى في حاجات يعني بتفوت وحاجات ممكن يؤثر فيها حاجات كتير صلحتها يعني الحمد لله أنا من الناس اللي محبش أخد يعني أي موقف إحنا شايفين مسأل بيه أحب أخد الإيجابي اللي فيه طبعا هو الحمد لله على كل حال وأنا من الناس المؤمن إن الفترة اللي إحنا بنمر بيها هي يعني مدام حصلت فهو خلص اختيار ربنا طبعا فلازم نقول الحمد لله ونتعامل بصدر الرحب ونشوف إزاي كل واحد إزاي عنده وقت يعني أنا دايما مجنون حاجة اسمها وقت والوقت اللي بيعدي يعني عقارب الساعة وهي بتعدي كده يعني ممكن أقعد أتفرج على عقارب الساعة بتعدي كده أنا بعملش حاجة أدائي جدا بأدائي جدا بجد بحس إن الإنسان لازم طول الوقت يبقعد بيشتغل على نفسه حتى أبسط الحاجات ممكن يعني عايزي خس عايز يقيم لأ شوية أيوة كلمني بقى الحتة دي أنا من قوم شفتك النهاردة وملاحظة أنك خسيت جامد جدا يا تامر أنا خسيت وإحنا كلنا وأنا عارفة أني بتكلم ع الناس كتير جدا بتتفرج علينا دلوقت يتخننا عشان إحنا عاديين في البيت الوحدة كله فأنت زي عملت إنت عملتوا دبعا أنا الفترة دي سمعت إن الناس هتتخن قلت لأ أنا خس يا سلام طب عايزين نعرف إزاي يعني هو سيستم الأكل عمتا عندنا شوية من بوازه حتى أنا لما كنت عامل دايت قاسي جدا لازم أبوازه ولازم تلاقي نفسك اتعزمتي ويحد يقولك يعني هي جات على الأكل فكل يوم تسمع هي جات على دي فتلاقي كل حاجة بوازه صح الفكرة إن الواحد يعني يحط في دماغه إنه هيعمل نظام غزائي مش هتراجع فيه يعني ميشن مهمة هو يخش يعمل عشان يصلح من نفسه فلازم إحنا يعني نحافظ على كميات الأكل إنه في ناس عندنا الدايت بالنسبة لهم هو أكل نفس الكمية بس مع تقنيب ضمير بس هم يكون نفس الكمية بس متضعي أوجي بأكله فحاسس إنه هو عامل دايت عمل عالي وزيع الف خلاص بقى لا نختار الأكل وخلي بلك هو موضوع نسبي فيه اكل ممكن يتخن حد جدا ومع حد تاني لا وفيه حد تاني يبقى جسمه بيحرق بسرعة وفيه حد لا فلازم كل واحد يبقى عارف ايه الاكلات المناسبة لي بس اللي هواس بيه شرب المياك كتير جدا 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 ودي يعني ابسط حاجة بقى محدش يقول سهلة دي نشرب مياك كتير جدا عشان ده مفيدة عمتا في الدايت والجسم الانسان عمتا تامر انت معروف بخفة دمك وأنا متأكدا ان اكيد في فترة الحاضر دي وانت في البيت اكيد بيحصل مواقف بدحك جدا انا عايزاك تحكي ليبعلى اي مواقف فيهم والله المواقف كتير هوا نبصي يعني زال الافلام كده هتلقيني في بيتي نفس الشخصية نفس الكاركتر ده نفس الشخصية انا عايز اقول لك ان اولادي دلوقتي بقوا يعني بقوا بقوا هم اللي بيعملوا افهات وهم اللي يجوا يتحكوا علي ويجوا لا 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 سبحان الله يعني الجينات راحت لهم بيطلعوا على اللي بيعملوا في الناس بيطلع على يد شوفت جالك يوم اه بس يعني انا ممكن افتكر موقف مرة طبعا عد علينا وقت ما بنخرجش كلنا في مرة كنت في البيت فصحيت فجأة كده ومتقايم لابس هدومي وادائل متأخر جدا لبست الهدوم ومستعجل بقى اه ومستعجل جدا وكل بصص لي بيعمل ايه بيعمل ايه وبعد ما لبست حاجة كتير قوي ومتواخد الشنطة بتاعتي كده يعني اداء مسافر يعني اه خدت الشنطة بتاعتي والمفاتيح وهمت داخل نايم عادي لا 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 ومتغطي 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 وحشني الاحساس ده من كترة قادة البيت يا عيني الحمد لله الحمد لله ان شاء الله فترة وتعد ان شاء الله ان شاء الله طب تامر بص الناس عمالة بتبعت وانا شايفة ان احنا بقى يا دوب نبتدي دلوقتي تغني فا ايه رأيك لو تغني لنا الاصل مصري وحلو المكان وعناية بتحبك وبعيش كل ده كل دول كل ده مع بعض مع بعض ماشي يلا بينا يلا بينا يلا بينا الاصل مصري وانت العارس معنا انك زورك مصرية الكل شاهد الكل شايف عم الجدعانة والتضحية دي مصر قوم الدنيا دية ايوة قوم الدنيا دية و اهل مصر سند عليهم و اتضمن مليون في المية الله 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 على مصر الله 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 على المصرين الله 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 ده جمال لله لله الله الله على مصر الله وحاجة واضحة عارف ايه عند الصغير والكبير تقوله ضحي يقول عينيه ومستعد يعمل كتير طريق ورحلة في ظهر بعض وفي مركب وحدة هنكمل خد بها بيك وبنا وعد علشان جدعان هنتحمل مهي مصر قوم الدنيا دي ايوة قوم الدنيا دي واهل مصر سند عليهم وتطم من مليون في المية الله الله على المصرين الله 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 ده جمال لله لله الله الله على مصر الله 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 على المصرين الله 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 على المصر الله شكرا وحشيت كل حفلات هذه حلو المكان حلو المكان يصحب زمان جينا الليلة دي هنسهر فيه ونغني كمان متجمعين ومنورين وحشانين فعلا عادتنا ولمت زمان هنقضي يوم ضحكة وهزار ودمغنا ريقة ولسه شباب محناش كبار وما تدفعوش شاو يعني عدد كبير عندي الحساب وهنمشي أول ما يقوله طلع النهار عايزي نولع الدنيا نولع الدنيا والليلا نفرح كلنا كلنا مش طلبة حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا عايزي نولع الدنيا والليلا نفرح كلنا مش طلبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلا لسه محولشة يالا الا لا 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 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال والتمام والليلة حلوة ما يشغلناش الساعة الكام واللي مجاش ما يلزمناش وكفايا روحنا ولميتنا بحب وسلام السهرة دي حلوة جت في المعاد ويعم بس مكشر ليه ما تضحك يا واد عن العلاق وعلى المزاج والليلة كله يدلع ما فيهاش وعيزين نوالع الدنيا والليلة نفرح كلنا كلنا مش طلبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسا ما حوشها شكراً 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 هايوة سقفولي كده عوضولي الموضوع هايوة نحس ببعض يعني شكراً 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 وخمستاشر شباك اطلب الكود ودلع بعروض وعشان في العيد الدلع بيزيد ليك ماتين وخمسين واحدة ببلاش دقايق وميجا بايتس تستخدمها لمدة اسبوع ويه قبل اي حد يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا ايه من عنا طول يا نهار للفرحة عني زاد للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيك زاد والقاهرة الجديدة ورجعنا لكم تاني وتامير عايز اقولك قد استمتعت جداً بكل الأغاني دي يعني فعلاً ممسوطة للناس طلبة الأغاني دي تحديداً الله يخليك تامير انا عرف ان انت النهاردة محضر لنا مفاجأة انا؟ اه حصلش حصل حصل مفاجأتين على فكرة فعلاً مفاجأتين تنفاجأني مفاجأتين انا اقول اه افاجأتك باً هو فيه كلب الناس كلها عمارة تقولي فين الكلب ده منزلش ليه عشان هو اتأخر جامد يعني اسمه ايه؟ انا والفنان الكبير الاستاذ الكبير الشاب خالد اه اغنية اسمها وانت معاي اه اه الحقيقة صورتها من من بدري ايه قوي بس كنت حاسس ان اريد ان نعمل فكرة جديدة فيها فانا ممكن اتأخر شوية بس اعمل حالة كويسة وكمان فيه كلب تاني اسمه لولاك حبيبي لولاك حبيبي يعني انا كل ما انازل اي بوست الناس يقولي ماشي ها الكليب نزل امتى كل لولاك حبيبي الفكرة ان انا عايزه لحاجة لولاك حبيبي بصراحة يعني انا لو فيه شغل بعمله حتى لو تكلف ايه وحاسس ان انا لسه ما وصلتش لوجهة النازل انا عايزة مش هنزلله ان شاء الله ومش هنزلله خالص لازم تكون مقتنع مليوم لازم طبعا لان خلاص هينزل بقى ولو فيه مشاكل او فيه حاجة هقول ايه في النهاية انا المسئول صح فمن اما كلب وانت معايا انا والشاب خالد عملنا فكرة جميلة عملنا ريميكس الموزع الكبير المغربي جلال حمداوي بوجله تحية موزع عراقي وفنان كبير عمل مزيكة جديدة وعملنا فكرة مش عايزة اقولها دلوقتي يعني نتفرج نتفرج عشان معايا في مفاجأات في الأغنية انت ما تقدم لنا انت الأغنية ودلوقتي هنتفرج على كليب وانت معايا تامر حسني والشاب خالد لأول مرة على ON TV اشتركوا في القناة 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 وما كنتي لا في دانوك يا حبيب أنا ليك طعم من قلبك هفضل أحبك طلومي وش حال ما حكيت لك أنا على حبي راني تسلي منك قملي يا حبيب أنا ليك طعم من قلبك هفضل أحبك تتبعبي وش حال ما حكيت لك أنا على حبي راني مسلم للجم ورجعنا لكم تاني بعد ما شوفنا أجدت كليب للفنان تامر حسني كليب وانت معايا تامر الفيديو خطير يعني أعجبني جداً الهزار اللي شفته في الأول الألوان الفرحة كده والمرحل في الكليب ته كانت فاكرة مين؟ والله يعني أنا والأستاذ سعيد مروق تجمعنا إحنا دايما لو نتجمع الحقيقة بتبقى الأفكار جديدة وفيها طاقة كده ففكرنا فكرة مع بعض وفيها طاقة كليب كان حلو قوي أه طاقة الأستاذ سعيد مروقه يعني عمل نسيني ليه وحامده اللي عجبت الناس كلها وطبعا فيلم الفلوس أنا بحيي على الفيلم الجميل ده عمل صورة وإخراج رائع الحقيقة دي حقيقة طبعا أنا والشاب خالد ده أنا يعني الفنان الجزائري المحبوب اللي أنا بحبه جدا اتشرفت بالتعامل معاه وبروحه الجميلة يعني روحه جميلة جدا وإنسان طيب جدا فدايما لما في حب في العمل بتقدر ان انت تعملي حاجة كويسة فاكترحت عليه ان احنا يبقى معانا الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني صديقي وحبيب قلبي ودي كت مفاجأة فعلا محدش كان عارف ايه اضامة كانش حد عارف واعبد الفتاحة يعني حبيبي صديقي من زمان وأنا اتشرفت بيه الحقيقة هو صوت رائع وربانا يكرمه في كل عماله اللي جاية والمطرب التونسي بلتي هو يعني أضاف كتير للأغنية وحط روح جميلة من عنده وأنا اتشرفت برضو ان هو نور الأغنية معانا طبعا وسلامي يعني الشعب المغرب والتونس والجزائر يعني كانت ميكس كان جميل الحقيقة اه طبعا طبعا لا استمتعنا بيها جدا يا تامر زي ما انت بصراحة على طول مما اتعنا بأغنيك وكليباتك طول عمرك مميز فعلا وبتنقي يعني عن ليه كده يعني نظرة بتحب التفاصيل فعشان كده الحاجة بفعلا بتطلع حلوة الحمد لله الحمد لله طيب تعالي بقى ايه نشوف رسائل الجمهور عشان هما ما بطلوش صراحة يبعتوا ناس كتير بتسأل لكن انا في واحدة ست في سيدة فاضلة بتقول حاجة مهم قوي بتقول انا من اول الحظر اتخنقت مع جوزي وجوزي مش يساب لي البيت وحسيت ان انا بصراحة كنت غلطانة فيه ونفسي اصالحه وهو اسمه ابو علاء واكيد اكيد هيكون بيشوفك دلوقتي يا تامر عشان هو من عشاقك بيحبك بجنون نفسي انت تهديله اغنية وتقول له ان دي مني اه ابو علاء عسل خلاص المسامح كريم هي عارف ان هي غلطانة وبتصالحك وانت لازم تسمحها بقى عشان هي بتصالحك قدام الدنيا كلها اتمنى يبقى كلامي يأثر مع ابو علاء وان شاء الله يرجعوا لبعد ان شاء الله تهديله اغنية ايه بقى اهديلك اغنية ارجع ليه اعتقد فعن تبقى مناسبة قوي للموقف ده لازم ترجع ابو علاء عيب انا تدخلت في الموضوع اه ما تصغرناش بقى ان شاء الله يرجعوا لبعد اسمع الكلام يا ابو علاء وما يبعدوش عن بعض تاني ان شاء الله في تعليقات تانية كتير جدا في حد بيقول بعد اذن حضرتك يا استاذ تامر انا بحبك جدا جدا وانت الوحيد اللي اغنيك بتعبر عني في كل حالاتي ممكن اسمع اغنية ورد سناي او كفاياك اعظار بصراحة يعني عمتا كمان ورد سناي في ناس كتير جدا بتسأل عنها مثلا اسألك سؤال في جملة مهمة جدا بتقول فكرة انك تستنى الاحساس من اي حد زي انك تسقي ورد سناي وتستنى يكبر بجد كلام كبير جدا ومؤثر ومعبر جدا يعني للي مش عارف يعني الاغنية دي كلامي فعلا انا المؤلف والحان محمد يحيا الملحن الكبير وتوزيع اماديو موزع شاطر جدا واحساسه عالي انا كتبت الاغنية دي من واقع حياة ناس كتير قوي والجملة دي تحديدا انا بحبها جدا لان فعلا في ناس ماينفعش تستني منهم ان هما يحسوا اصلا ففكرة انك تستنى الاحساس من حد ما بيحسش يعني زي فكرة انك تسقي ورد سناعي وتستنى يكبر بجد له مش هيكبر فهمش يحس صح بس طبعا ناس كتير بتبقى حاسة ابدأ وعارفة ده بس عايزين يكملوا التجربة ويقولوا جايز يحصل غير كده بس احساسي ببقى جواهم يعني في الاخر مكتشفر مفيش امل اه للاسف بس اللي ما بيحسش مش مش يعرف يحس بعد كده مع الاسف فانا بحب الاغنية دي جدا ويمكن مقل في غنها بس انا هغنيها دلوقتي هيل طيب عايزينك دلوقتي يا تامر تغني لنا اكتر من اغنية عشان الناس هتتجنن يعني بما انك قلت لي بقى انا اللي حنظملك النهاردة الاغاني ايه رأيك في اغنية ترجعلي وورد سناعي طبعا وكفاياك اعزار ونسيني ليه يالله بي يالله بي شكرا شكراً خلاص عادي لإني فعلاً عندي حال أنت أغرب حاجة عرفتها أنت صفحة سودة أفلتها صدمة عمري بأمانة فترة زل ومهانة يا أكتر سيرة كرهتها كنت باقي وبغبائي بتحمل وعاني كنت بلغيك برهائي وأقول هيتغير عشاني تحت شعار الحب كنت مش شايف أفقمتي أتريني ظالم نفسي وكنت بقلل من كرمتي وبالنسبة لعمري اللي فات تروح في داهية الزكريات ومش هقول إني ندمت عشان بجد أنا تعلمت فكرة إنك تستنى أنت الإحساس من أي حد زي ما تسقي ورد صناعي وتستنى يكبر بجد أنت أغرب حاجة عرفتها أنت صفحة سودة أفلتها صدمة عمري بأمانها فترة تزل ومهانها يا أكتر سيرك رهتها موسيقى أنا ما أقدرش أبعد ثانية أنا بعدك ميش في الدنيا يا أول حب عاش قلبي معك الأيام بارت مش هيا هارت ترجع وحاشت علي حياتي في بعدك إنتا مش حايا ناسيني ليه بتطعب قلبي وعيا ده ما يهمش أبدا علي أنساك تعالا لومي ريح قلبي وارتاح تعالا يلي نفسي في حضنك أرتاح ناسيني ليه بتطعب قلبي وعياك ده ما يهمش أبدا علي أنساك تعالا لومي ريح قلبي وارتاح تعالا يلي نفسي في حضنك أرتاح تعالا يلي نفسي في حضنك أرتاح انا مقدرش عايش نستني ده مش بايدي غصب عني وحشني حبيبي قول لنا عامي ايه ما شفتش حاجة من اللي حصل لي وبس مع ناس كتير بتقول لي زمان ونسك وعنش تفتكروا لي ناسيني لي بتتعي بقلبي وياك ده ما يهنش ابدا علي انسك تعال دمي رياح قلبي وارتاح تعال يا اللي نفسي بحضك ارتاح ناسيني لي بتتعي بقلبي وياك ده ما يهنش ابدا علي انسك قلبي وارتاح تعال يا اللي نفسي بحضك ارتاح تعال لوني او غلطني انا تفكيري هيلوتني وبس ال يا معنك من وراتي جبعدين من وراتي تفكيري هيلوتني شكراً لو فعلاً بتهمك رحتي زي ما بتقول كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول إنك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرحني ويوجعك بطول لو فعلاً بتهمك رحتي زي ما بتقول كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول إنك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرحني ويجعني بطول كفاياك أعذار والآخر مرة هقولها لك كيفاك أعذار مش دايماً هنسوا أصفالك عالوضع ده لا 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 الجاي مش خير ولو هتطول ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك عيشها وحيد والجرح كبير دايماً ما شغل بحاجات غيري ولا ليا وجود وسمعت أنا يا ما كلام منك وشبعت وعود دايماً ما شغل بحاجات غيري ولا ليا وجود وسمعت أنا يا ما كلام منك وشبعت وعود وده دايماً طبعك وده حالك حتى الإحساس بالنسبة لك حمل ومجهود حمل ومجهود دايماً ما شغل بحاجات غيري دايماً ما شغل بحاجات غيري ولا ليا وجود وده دايماً ما شغل بحاجات غيري حتى الإحساس بالنسبة لك حملة ومجهود كيف ياك أعزار والآخر مرة هقولها لك كيف ياك أعزار مش دايماً مش دايماً هنسوها أصفالك عالوضع ده لا 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 الجاي مش خير ولو هتطول نهايتنا خليها في بالك هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك عايشة وحيد والجرح كبير موسيقى طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيش هدي جام موسيقى زاد للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيك زاد والقاهرة الجديدة دلوقتي مع أبليكيشن مايوي هتعمل أي خدمة سواء كان اشتراكك إنترنت أردي أو موبايل مسبق الدفع أو فاتورة تقدر تتحكم في نظامك وتقدر كمان تغيره ممكن بسهولة مما كانك تشحن رصيد أو تدفع فاتورتك كل مرة وتحدد كمان الحد الأقصى لها تقدر تختار وتشتري بقاط إضافية أو لو عايز تحاول رصيد لأي حد راحتك يعني تقدر كمان تعرف تفاصيل تفاصيل فاتورتك مش بس كده ممكن بدوسة واحدة زي كده تقدر تعرف مكان أقرب فرع عليك كمان ممكن تتواصل مع خدمة العملة في أي وقت لو عايز تقدم طلب أو تبعت أي استفسار يعني من الآخر حاجات كتير قوي مش بقول لك أي خدمة وي قبل أي حد ورجعنا لكم تاني ومعنا النجم الكبير تامر حسني وتامر يعني كمية المشاعر اللي في كل الأغاني اللي انت غنيتها دي دلوقتي أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه يعني بصراحة الأغاني كلها أحلى من بعض وكلها ليقى على بعض نفس الموت كله نفس الموت كله نخترنا كده كل المشاعر الجامدة يعني المرة واحدة كده فموضو أموتع بالحقيقة تامر أنا عايز أتكلم بقى معيك في نقطة مهمة جداً أنت قدوة لناس كتير وأنت بصراحة مالتي تالنتد أنت بتغني وبتمثل وبتلحن وبتعمل حاجات كتير جداً يعني وبتكتب أغانيك وبتكتب أفلامك أنا عايز أعرف يا طرى ده بيسهل عليك مشوارك ولا بيصعبه شوية بما إنك بتضطر أن أنت تدخل في تفاصيل كتير جداً يعني بيسهل حاجات كتير وبيصعب حاجات كتير إزاي بقى؟ بيسهل أني يعني أحياناً مطربين لو ملاقوش شعر كويس يقدم لهم حاجة كويسة أو لحن كويس هو هيقعد في البيت ممكن يقعد في البيت سنة اثنين لغاية ما يلاقي حاجة يقولها كويسة إنما بس لو بيلحن أو بيكتب هيعرف ويخدم نفسه ساعات بدور على قصة معينة مش عارف يعني للي ما يعرفش يعني أنا كاتب أنا المؤلف لسلسلة أفلام عمر وسلمة وفيلم نور عيني وقصة البدلة والفلوس والفلوس فيلم انت ألفت طبعاً معي ناس عظماء وكبار بيعملوا السيناريو والحوار وتعديلاتهم طبعاً أستاذ أيمن بهجة أمر والأستاذ محمد عبد المعطي محمد عبد المعطي صديق عمر وماشاء الله كل أعماله ونجحة جداً وأنا بحبه جداً على مستوى الشخصي إنسان محترم ويستحق النجاح اللي هو فيه وأنا وأيمن بهجة عندنا لسه في مشاريع هنكملها إن شاء الله لفترة الجاية إن شاء الله بس للي مش عارف يعني الموضوع ده بدور على قصص وحاجات ببقى نفسي أقولها ممكن لما بألاقيهاش أوم كاتب هنا أو مألف هنا في القصص في الأفلام أو الأغاني مالتي تالنتد هو ده الكلام هو ده ماشي طب تامر أنا عايزة أعرف إي تاني مفاجأ أنت مجهزة لنا النهاردة انت قلت مهم مفاجأتين في أغنية أنا بحبها جداً وغنيتها أنا والنجم العالمي إيكون وغنيناها أول مرة على المسرح وتصورت سيمكن محد شافها فإحنا ممكن نشوفها النهاردة أول مرة هيل طب يلا نحن نشوفها يلا بين موسيقى 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 يا دي اللي خلاص أتنسي يا لحسني بقالي كتير مستنيك بحلم بك بحلم بك بحلم بك مستنقة خطر الله وفظاها لعبي نظاف المقرب موسيقى 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 المترجم للقناة موسيقى 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 يغني زينا حتى حرف الحاه مش عنده كان بيقول إحساسي بيكي أول ما أنا شفتك دباحني فهو يقولي دباحني دبخني دا أي عقوله هو تقولي الحاه يعني هتقول الحاه دباحني أو دباحني دباح دباح و دخ دباح 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 ففضلت وراء الحد من أطاقته طبعا أنا هو ده غرض يعني فيه ناس حتى فهمة الموضوع ده غلط يعني مش فكرة أن أنا عايز أغني مع أجانب لا خالص أنا عايز أنشر لغتي عايز زي ما إحنا مش هنفضل طول عمرنا إحنا بنتأثر بس يعني زي ما أنا ممكن في أغنية أغني إنجليش هو يغني عربي هو كمان ليه ما يغنيش عربي و ده خلي بالك يعني ممكن أنا لما بنتج أغنية زي دي في ناس تتخيل آه مثلا هو عشان أنتاجها فممكن غنوا معلقة مطربين كتير بياردوا على الأجانب إن هم يغنوا ويدفعولهم أكتر بكتير من الدفع بس بيوافقوا على الناس معينة اللي عندهم فكر ما هو أنا برضو ممكن أخليك تعملي أغنية معايا لو هنتجها بس مش لدرجة إن أخناعك تلبس جلبية ودي مش ثقافتك لأ واضح إنه ببقى فيه طبعا فيه فكر فيه أنا مش جاية أنا عمل معاك أغنية لو مش هتعمل مش هبه فيه تبادل ثقافي بيني وبينك مش عايز صح يعني إلا لو إحنا عندنا مبدأ نعمل أغنية مثلا إنجليش أنا وهو ماشي ممكن نعملها بس أنا دلوقتي هدفي ده أنا عايز أعمل كده عايزهم ينتقوا عربي فالحمد الله عملت ده طب تامر بص كمية الناس العمالة بتبعت أنا شايفة إن إحنا المفروض إن إنت تقوم بقى تغني لهم تاني عشان هما يعني يعني قاعدين هتقولي أنا شايف أنت بقى تقوم تراوح لا 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 نسي طيب أنا بقى جهزتلك مجموعة الأغانية اللي جاية بصراحة أنا شايفة إن الحل إن إنت تتغني بنت لإيم وأنا ولا عارف وريح بالك ورسمي فهمي نظمي ويا أنا يا مفيش كل دول كل دول كل دول بص أنت مش فاهم كمية الطلبات عليهم وعلى أغاني تانية كتير فإحنا كده بس إيه بنسخن أوكي ماشا أنا جاهز والله أنا جاي أغاني أي حاجة تطلب مني حلوة قوي قوي يالله بيني يالله لقدما شفت وعشت وإيه إيه 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 جربت أكتر ملي نبسي فيه إيه 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 جت أنت بسرعية بنت لإيه ببساطة كده قلبي قدرت علي إيه إيه على قد ما شفت وعشت وإيه إيه إيه جربت أكتر من اللي نبسي فيه إيه إيه جت أنت بسرعة يا بنتين إيه 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 ببسطة كده قلبي قدرت يعلي آه بحبك آه بحبك ودايب فيك وبحلف من اللي لا دي هعيش أنا ليكي آه بحبك آه بحبك ودايب فيكي وبحلف من اللي لا دي هعيش أنا ليكي آه بحبك آه بحبك ودايب فيكي آه آه بحلف من اللي لا دي هعيش أنا ليكي آه آه بحبك آه بحبك ودايب فيكي آه آه وبحلف من اللي لا دي هعيش أنا ليكي لو عشت أحيث طول حياتي كلها مش هقدر أوصف بحبك قدق هحتاج حياة اتنين تلاتة على حياتي عشان أوصف يا حياتي بحبك قدق وبحبك أه بحبك ودايب فيك بحلف من اللي لدي هعيش أليكي بحبك أه بحبك ودايب فيكي وبحلف من اللي لدي هعيش أليكي لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لو عيشت احلف طول حياتي كلها مش حقدر اوصف بحبك قد ايه هحتاج حياة اتنين ثلاثة على حياتي عشان اوصف يا حياتي بحبك قد ايه بحبك قد ايه طب يا حبيبي بحبك وهتجنن عليك انا بقى حالي ما هو حالي ولا شاغل بل يا عمري غيرك يا عمري والله هموت عليك حبيبي دي لي اناك بتقولها وعارف معنيها يبقى انت عايز نروح فيها يا حبيبي انا والبوسة دي مننا على ايدك وحدة وعلى خدةك ميت وحدة يا عمو من قدت يا سيدي انا انا ولا عارف انا مالي ولا ايه اللي جراني بحبك يا حبيبي بحبك وهتجنن عليك انا بقى حالي ما هو حالي ولا شاغل بل يا عمري غيرك يا عمري والله هموت عليك يوه يوه محتاج لكل اللي فيك خليني حضنك أرقني لي شكل الغرمس عني خليني معاك خلتني أجي عندك واد يا جامد انت يا واد يا معاك واخد انت الحياة والروح وياك محتاج لكل اللي فيها خليني حضنك أرقني لي شكل الغرمس عني خليني معاك خلتني أجي عندك وقهد يا جامد انت يا واد يا معاك واخد انت الحياة والروح وياك أنا ولا عارف أنا مالي ولا إيه اللي جرالي بحبك يا حبيبي بحبك جنن عليك أنا بقى حالي محالي ولا شاغل بالي عمري غيرك يا عمري والروح يموتا لي يا عمري أنا بحبك يا عمري 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 هم بيحبوا الأغنية دي أول حيث أنا دلعتهم زي الأشواء رياح بالك وإنسان لنسك عيش بيك لياليك مش دا يا قلبي اللي نتمنى داري الأشواء لو مهما اشتقل عنيك مش ليك تنسى ولا ترجع عيوم لهواء خليك قد الفرقة ماهيش فرقة معك دي سنين ضايع ولو راحك بناك مش راجعة لو تعمل إيه لبترجع تتحمل وتكمل حب مالوش آخر من الأول كرحي مالوش آخر ليه تتعب ليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انسى الأيام وانسى انسى يا قلبي اللي جرحني البيت وعمري وليه ولا مرة يا قلبي رياحني ولا وجعي القلبي اشتركوا في القناة 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 احسن تو احسن تو شباب موسيقى لولا الهواء لولا الهواء ما كنت جيت لولا الهواء حبيبتي جيت وبقولها بالعرابي عرابي مسيطرة على بالي على فكرين فكرين وبقولها من قلبي بحبك لولا الهواء لولا الهواء لولا 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 الهواء ما كنت جيت لولا الهواء حبيبتي جيت الصبح من بجريت بدري على شنابر لیکن شكري شكري موسيقى جدا على حبي موسيقى 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 معقولة انت اللي تشكري في جمالي وفي روح موسيقى 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 وانا سايبت انا لوفات نتسانا وبق Aa ايهنا احنا اللي اتنين احنا اللي اتنين عواجيز يا عيني انو اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى يا نايا مفيش أصلي ما عنديش في الحب هزار يا نايا بلاش وما تحسبهاش مفيهاش أعذار أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار لو حد نداك أعمل مش سامع بردك أنا قلت كلامي ودنظامي ومش باقي كلام أنا مش مضمون أنا ممكن أقلب مجنون لو شفتك مع غيري أو إلك مش هبقى تمام مش هبقى تمام موسيقى 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 أنا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير بستئذان لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي جنال أنا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير بستئذان لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي لو حد نداك أعمل مش سامع بردك أنا قلت كلامي ودنظامي ومش باقي كلام مش باقي كلام أنا مش مضمون أنا ممكن أقلب مجنون لو شفتك مع غيري أو إلك مش هبقى تمام مش هبقى تمام موسيقى 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 خليك في البيت وهنوصلك بحبايبك اشترك في وي باي وانت في مكانك بخطوات بسيطة كل اللي عليك تدخل على موقعنا تي اي دوت اي جي ودخل بياناتك رقم تليفونك وبتقطه هتوصلك رسالة فيها كود تفعيل انك اشتركت وفي لحظتها حمل تطبيق وي باي وبسهولة هتدفع فواتيرك وتستقبل وتحاول فلوسك من البي وي باي استلام وتحويل وخدمات تانية كتير وي قبل أي حد موسيقى يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش في عمرنا ما خالص هنعيش فرحتنا اي من عنا طول يا نهار للفرح علينا زر للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيك زايد والقاهرة الجديدة موسيقى ورجعنا لكم تاني مع النجم الكبير تامر حسني وتامر عايز اقول لك كمية الطاقة الإيجابية والفرحة والبهجة من كل الأغاني انت غنتها دي غير طبعية عايز اقول لك ان الأغاني دي كان في مجموعة كان نفسهم ان انت تتغني لهم في حفلة التخرج بتاعتهم وفرحانين جدا وعملين يبعاتوا دلوقتي نهية دي الأغاني كان نفسهم فيها وقد ايه انت فرحتوهم النهاردة الحمد لله حمد لله ربنا نجحهم يا رب دايما تايب تامر بص بقى خلينا نتكلم بسرعة شوية حسألك مجموعة اسئلة وترد علي بجملة واحدة بس ايه رأيك؟ جملة واحدة بس؟ جملة واحدة بس؟ هحاول يعني هحاول هده قدود يلا بينا؟ توصف الزمن ده بايه؟ أوصف الزمن ده بايه؟ زمن يلا نفسي يلا نفسي مش كل الناس طبعا كده بس يعني في بعض الناس بقت صفة غالبة على ناس كتير اوي طب تنصح الشباب بايه؟ جملة واحدة شوفي انا في جملة سمعتها بحبها جدا عشان الشباب يكتهدوا يعتمد على نفسه عجبتني جملة قبل كده سمعتها بتقول في الزمن ده لو حتكت ايد تدفيك يبقى مسك ايدك التانية يعني لان كل واحد لازم فعلا يعتمد على نفسه ويشتغل وميبقاش تحت رحمة حد ينجح ويكبر هو ويبقى هو يعني قد حلمه ويبقى راجل قد حلمه او اي انسانة بتحلم بحاجة تفضل ورا حلمها لغاية متحق اوي كلام كبير اوي كلام كبير وعميك اوي اوي طيب انا عايز اعرف في العلاقات الاجتماعية انت من الناس اللي بتتكلم كتير ولا بتتكلم قليل ولا ما بتتكلمش اوي وبتقول نفسي حد يفهمني من غير ما اتكلم انا نفسي حد يفهمني اصلا انا بتتكلم لا انا عندي عندي ان انا اسمع اللي قدام انا بحيب اسمع اكتر من اتكلم فعلا او بحيب اسمع جدا حتى لو الكلام مش على هوايا يتقلق منك على فكرة يقولك اللي بيسمع كتير ومبيتكلمش دا تخاف منه لا 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 يتخاف منه بالعكس باتعلم دا اللي بيركز اوي بيركز اوي بيركز وبتعلم ان انا شغلانتي ان اعبر عن الناس فلازم اسمع هوما بيحسوا بيه صح صح اندك حق يعني فعلا شغلانتي انا زي الدكتور لازم يسمع شكويكي بتحس بيه نفسك في حاجات كده فأنا بعبر عن الناس فلازم اسمع كويس جدا حتى باسمع النقض كويس جدا 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 يعني او واتكلم كتير لو حد محتاج نصيحة مني او حاجة وحد انا بيعزه جدا اللي ممكن اقعد اتكلم معا كتير جدا لغاية ما خرجوا من اللي هو فيه او انا اكون أضافت له حاجة كويسة في حياتو جملة ما بتحبهاش بس بتسمعها من صحابك اللي حواليك مترد من انت اونلاين هي عرفية دي أنا ممكن أبقى عمل حاجة مثلاً وحد يبعت ويوض يبعت حالاً يعني أنا هرد بس يعني إنت ديت لنفسك الحق إنك تبعتلي حالاً وعايز أرد حالاً يعني ديني فرصة برض ديني حق إن أنا هرد في الوقت المناسب بالنسبالي زي ما أنت بعرت في الوقت المناسب بالنسبالي صح وجهت نظر بس يعني الكلمة دي أنا مش بحدي طب عادات اجتماعية ما بتحبهاش عادات اجتماعية أه لا ممكن لما الناس يعودوا كتير مع بعضه حد ينقل كلام ويبقعد عمل نفسه مش عارف إيه لا حتى لو يعني إنوني الكلام طبيعي ماشي إنما التحبيش بقى يعني لو التحبيش بقى عرفت دايماً كده في الناس عندهم الحس الإبداع عندهم إبداع في التأليف والحس الإخراجي منفجر عندهم فهتلاقي الحكاوي بتطلع بشكل تاني خالص فأنا محبش الخصلة دي يعني طب إيه هي العادات الاجتماعية اللي بتحبها بقى حاجات كتير والله أقرابهم ليا دلوقتي يعني إحنا عندنا في مصر بحس إن لما حد يبقى معزوم عند حد مثلاً وصحاب مع بعض وهم روحين بحس إن لما بيطلعوا بقى يقفوا على الباب إن وقت السلام بيبقى أطول من الزيارة نفسها أصلاً فأنا بحب الحركة دي حتى قاعد بقى قلهم يعني وفنا قدام الباب مثلاً نص ساعة قلهم قدام العربية بقى نص ساعة إن كامل بقى وأنا جوه وأنتو بره بقى ساعتين لغاية ما يمشي خالله حسنا بحبها الحركة دي فعلاً ها طب كلام بيديئك لما بيتنتقى غلط كلام عربي يعني ولا إنجليس عربي عربي ها ممكن كل الناس مثلاً تقول على حاجة مثلاً يقول لك الديهاني ماشي أو الريهاني فأنا عينيفسي أعرف مين هاني ده اللي بنوريلي كل حاجة ولازم هو اسمه يجي في كل جملة هيا أدي ها لي أوري ها لي صح باللام لا أهو بقى أدي هوني أهوني مش هاني لام مش نون بقى أدي ها لي مش هادي هاني هاني مين ده طب جايزة Guinness World Book of Records بتمثلك إيه جايزة Guinness World Book of Records بتمثلك إيه جايزة Guinness Record بتمثلي يعني إنجاز كبير قوي إنجاز علامي كبير يتحط في تاريخي وتاريخ الجايزة طبعاً طبعاً وأنا في سني ده هو اللي يعني لي إنه هو في سني ده أكتر حاجة لأن أنا يعني من ضمن الأحلام اللي كنت بشتغل عليها من وانا صغير إنه أنجز في الوقت يعني وده راجع مش مش فهلا ولا هو لو الناس بتنام عشر ساعات أنا بنام أربع ساعات أفضل أننا بقى أشغل درجات يا عايز أستغل كل دقيقة من حياتك يا بيصدر قتل دم دبح حاجات مش 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 حاسس إن الشهودة اللي إنت عايز تقدم الجمهور مش حاسس إن أنا عايز أعمل كده فلازم أبقى أصدر كمان حاجة كويسة حاجة تنفع الناس يعني فعشان كده أنا مش مش بعمل أي حاجة يعني أحسن بالنسبالي يعني المهم بالنسبالي الكيف مش الكم صح مرافو عليك طب إعلان عجبك لكن مش ليك إعلان لحد تاني شفته حلمي عادي 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 من عادي هو حبيبي جدا وهو أولادي صحاب جدا يعني هو يتسل يتطمن على تاليا وقمايا وآدم تاليا سيبعت له بويس نوت فهوه أه أكثر ما إحنا بنتكلم أصلا أنا بحبه جدا وبحترم كل أعماله طبعا فنان محترم جدا جدا بس نامر أنا سمعت حاجة غريبة إيه؟ أنا سمعت إن وإنت صغير كنت بتخبي البرفن من أخوك حسامي ده بجد؟ هقول لك هقول لك دي حقيقة شكله لسه شيء لحد دلوقتي على فكرة والله لغاية النهاردة بعمل كده برضو؟ ليه بس كده؟ لا هو الفكرة إن زمان الظروف قد صعبة يعني جدا فلو جبت حاجة صغيرة كده هو عنده واحدة زيها مثلا في يوم حاطت من بتاع تاني يا عم أنت من عندك واحدة بطاط وبعني بيتعامل معا إن هي طفاية حريق بيروش كل النفية اه ايه عم صحش كده ده جاي بقوا بيشتكيني ومحسسني إنه مظلوم ويعني لا أنا مظلوم بس هون طيب خلينا بقى نشوف طلبات الجمهور إن هم من أول حلقتنا وهم ما بطلوش يبعتو هم دلوقتي بيطلبوا مننا حاجات كتير الصراحة في حد بيقولنا ما ينفعش يكون معاكي ملك الرومانسية واللي علمنا الحب يعني ما ينفعش يكون معاكي وما يغنيش نور عيني وعيونه ضار وعناية بتحبك لا ده فيه طلبات كتيرة على فكرة والله أنت قولي وأنا أغني عيني أنت مستعدة سممكن أغني نور عيني دلوقتي حلوة قوي بس استنى قبل ما تغني نور عيني عايز أقولك أن فيه حد هنا بيقول حاجة مهمة جدا الراجل بيقول أنا تجوزت من غير فرح للظروف اللي احنا فيها اليومين دول فياريت لو ممكن تغنيلي أنا ومراتي أنا اسمي عادل ومراتي اسمها وردة بس إحنا حابين نسمع أغنية حلم سنين طبعا طبعا مع الأسف فيه ناس كتير جدا انطر تأجل أفرحها وتأجل خطوبات وأجل حياتها كلها بسبب الظروف اللي بنمر بيها فطبعا أنا عايز أقوله إحنا حاسين بيك يا عادل طبعا الفنان تامير حسني مش هيتأخر عنك و هيغني لك يا عادل انت تؤمر عدول يعني أجدع عادل وأحلى وردة الفرح ده عندنا وأي حد ورده ما يعني حظوا بقى جي الفترة دي و ما عملش فرح نغنيها تمام طبعا نغنيها لازم لا بص بقى الكومنت ده في واحدة بتقولك أنا بعشة أغنيك وأفكارك اللي محدش بيقدمها غيرك الله يعمر بيتك الله يخليك وبتقولك أنا خطيبي سميني بطلة العالم في النكد بعد أغنياتك ما نزلت وكنت بزعل قوي وقتها لحد ما بقيت بحبها جدا وبتضحكني وعايز أقولك إن أنا فعلا نكدية لا يا معترفة بقى لا يا خلاص معترفة ليه بس كنتش تعترفي إحنا جمال مربع علي يا معترفة إحنا جمال ومناش في النكد تسيبك بس من الكلام لا هي اعترفت هي اعترفت لا أقولي اللي تقوليه بقى هي اعترفت خلاصت انت شايف كده متصالحة مع نفسها هي متصالح تامر عايز أقولك الطلبات مش بتوقف كمية ناس عايزين كمية أغاني مش طبيعية وسأنا جمعت لك بقى شوية أغاني عشان هي دي لتغنيها لنا دلوقتي إيه رأيك يلا بيلي يلا بيلي نور عيني تمام وعيش بشوقك تمامين حلمس نين وبطلة العالم في النكد قهما أنت دي ممجل عendar هل Suzano Tiger تمامينا جاهز جاهز ومستعد وبطلة العالم في النكد يمنى هي معترفة طبعا عني أغاني لها طب يلا بينا يلا بينا الأغنية دي بقى غنية شديدة غنية مع إعتراف غ prec disorder العيم في النكد إعتراف رسمي تسمعني هذا النهاردة تهماني على سبيل علىading ولا ايه؟ مشكلتكو هنعمل ايه بس؟ بطلة العالم في الناكت ونمرى واحد في العقاد الشكاكة حاجة مش معقولة مشكلتها شهور بصالح انا فيها وياريت بعرف انا السيها دي نجمة القبش الاولى وكل يوم زن 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 راديو مبتسكتش والخناق فن 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 حوارات مبتفصلش وفي التمثيل فنانة قديرة مبروك كسبتي معانا جايزة احسن تكشيرة بو منتورتكو اووووه اوووه اوو على طول فهمني غلط طب ليه انا مسئول علي بقوله مش علي انت بتفهمي على طول فهمني غلط غلط طب ليه انا مسئول علي بقوله مش علي انت بتفهمي وكل يوم زن 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 راديو مبتزكوتش والخناء فن 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 حوارات مبتبصلش ورغم اللي انا فيه ورغم اللي انا فيه برضو بحبها دي لما تتعب وتغيب شوية يوحشني زنها عيشنا وشوفنا اليوم اللي اشتقالوا احضني قصاد الناس يا حبيبي ومالك ما بقينا البعض خلاص زادوا العشاء اتنين اكتب قسمينا كان حلم سنين وسنين نبقى البعضينا نبقى الله على تاني احساس ليلة وانت جملي ليلة تسوع عمري ليلة بقال في ليلة معاك ليلا وانت جملي ليلة تسوع عمري ليلة بقال في ليلة معاك او 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 حلم سني او 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 انا قلبي خلاص هتنام على صداتو هيعيش وياك على طول اجمل اوقاتو وحقك ولا يوم هنساك انا قدت القول ومعاك وفد وعوري وانت استنيت وبقيت محتاج لوبوري وهو ربنا جمع عناك ليلة وانت جمي ليلة تسوع وليليلة بألف ليلة معاك ليلة وانت جمي ليلة تسوع وليليلة بألف ليلة معاك حنسني انا قلبي خلاص هتنام على صدقاته ويعيش وياك على طول أجمل أوعاته حبك ولا يوم هانسان انا قد القول ومعاك وفت بعودي وانت استنيت وبقيت محتاج لوجودي وهو ربنا جمعنا ليلة وانت جمدي ليلة تسوع عمري ليلة بألف ليلة معاك ولو الدنيا مغلباك وانشقياك واخداك غسيل ومكوان البس لها الوش الفرايح وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتك شي جنيه قول على الجزمة الباتل اللي انت لابسها الناس ينيه ما السلعة الدنيا فعز الفقر ان انت سعدت البيت وان كنت مفلس خالص 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 ومحلتك شي جنيه ودمغة كملها على زوقك وبشوقك عيش بشوقك ودمغة كملها على زوقك وبشوقك عيش بشوقك وسعدها هيمشي سوقك موسيقى لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسبيف وانشاف كده وصل وبطولك ما تبينش ان انت ضعيف متاكلش الابنة البيضة لو كان نفسك في الجلوية واصرف كل اللي تجيبك دلع نفسك عايش صريح احساسك قالك حاجة امشي وراه احساسك سادت ده السكر لون الملح واحد حلو واحد حادت راح تلباني اللي تجاد ليها قصول ليها مبادئ لو ساكن فوق الصفح عيش بشوقك وبشوقك عيش بشوقك ودمغة كملها على زوقك وبشوقك عيش بشوقك وبشوقك عيش بشوقك وبشوقك عيش بشوقك ترجمة نانسي قنقر تقسيني الدنيا ووعدني طول ما انتم معايا ما تسبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانيا احضن نسيني الدنيا ووعدني طول ما انتم معايا ما تسبش ايدي من ايدك يا نور عيني دميني حسيني يا نور عيني دميني حسيني معاك هقدر امشي واكمل ولو من جراحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده نموت بجد ولا اسيبك معاك هقدر امشي واكمل ولو من جراحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده نموت بجد ولا اسيبك يا نور عيني دميني حسيني يا نور عيني دميني حسيني الديني حسيني يا نور عيني دميني حسيني شكرا تامر فيه تقريير مهم جداً عن افلامك هنشوفه دلوقتي بس الاول عايز اتكلم معاك يفو نقطة مهمة جداً الناقد الكبير طارق الشناوي اتكلم وقال ان انت الوحيد اللي درت توصل بإراداتك وبإنجازاتك للأرقام اللي وصل لها العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ تعني لك إيه الجملة دي يعني أكيد أكيد هتفرق معي الجنب دي طبعا دي شهادة عظيمة في حقي و أنا فخور بيها جدا جدا و أقول الحمد لله لأنه كان حلم من أحلام حياتي أن أنا أحاول حقق ولو حاجة بسيطة من اللي حققها العندليب بالراحل العبد الحليم حافظ اللي أنا بحبه جدا وتعلمت منه كتير فطبعا أنا فخور بحاجة زي كده الحمد لله طبعا طبعا طب أقول لكي ما تغنيلي حاجة كده اللي عندلي ده ندلي كده كده ونقعد؟ آه ماشا بحلم بيك زي ما أنت من مكانك يالله بينا يالله بينا من غير الفرقة أنا وانت بس بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشوائي مستنيك بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشوائي مستنيك وان ما سألتش فيها يبقى كفايا عليها وان ما سألتش فيها يبقى كفايا عليها عيشت ليالي هانية أحلم بيك أنا بحلم بيك بحلم بيك يا حبيبي أنا ياللي مالت أيامي أنا بحلم بيك عارف من إمتى من أول ما عرفت أحبك بحلم بيك وبحبك وأنت أول حب وآخر حب أنت حياتي وبتساماتي أنت حياتي وبتساماتي أنت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيها يبقى كفايا عليها عيشت ليالي هانية أحلم بيك أنا بحلم بيك الله 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 يا تامر يعني أنا مش عارفة أقول إيه بعد اللي أنا سمعته ده بجد يعني حتى من غير آلات من غير فرق ما شاء الله الصوت مش طبيعي ما شاء الله أنا خليه كشرين ده أنت بس زوء جميل لا والله بياد هنا في اللايف وسط الأهرامات وإحنا قاعدين يعني أنا متشرف بالمنظر العظيم ده الحقيقة يعني هو أنا يكفيني أصلا صورة كده جميلة وخلاص إنما يعني كل اللي حصل ده حاجة جميلة الحقيقة وأتشرف بالانتروفيو الجميل والحفلة بس أنا فعلا فخور بالأعدد يعني طبعا طبعا أنا فخور إن أنا مصري وفخور إن أنا عند الهرم وعلى أرض مصر العظيمة بنوجه يعني رسالة ونعيد على كل الناس في جميع نحاء العالم يا رب نكون قدمنا لهم حاجة جميلة تبسطهم أكيد وعايز أقول لك بقى إن مش أنت بس لحاتفاجئنا النهاردة إحنا كانوا على الفكرة بنهارف نفاجأك يعني بتيجي نروح نشوف؟ يلا نشوف ايه ده؟ ام؟ إيه الميكب ده كله؟ أنا لو جبت معلقة ومشيت على وشك هتلع بولي تاي سكريم وحشة حلوة يا كذابة يلا يلا هتجي معايا البيت أنا وبنور عاصل نقفح نقفح؟ أيوة نقفح أمر فان طلع ورا وقلم خد أقواله أقوال إيه وحنا في القس طاير بقى معضوه خد أقوالهم ده هاي هاي لا مدى فيها هاي بقى محمد أبي ايه؟ أمر فان طلع ورا وقلم بسرعة خد لي أرقامهم غيرت أهو ها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابدي الله 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 ايه يا ابدي اللي بتسمعوه ده يا تسمعونيش أنا لأيه يا قصد اللي بتشعبوه ده ايه حبيبي يا هاي سمو أنت عامل يد الوقت حمد الله يا حبيبي كله تمام حمد الله وانت أخبار خطبتك ايه بتاعت زمان؟ لا ما خلاص أحسن يا عامل ده خطبتك دي كل الجامعة يعني عدت عليها أنا أصب خلاص الجوز ده لو وليد رايح فيه لا 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 ما تسموه وليد 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 انت الجامة ده أنا فدا لينة فدا لينة كمام? فدا لينة و قليها اه هنقصف هنقصف جدا 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 لا لا نفيش حاجة هنقصف 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 أنا افتكرت أنه هو ههه يو كازن كزن الساهر ايه ده مضحيتش مع انها تضحك جدا ايه ده ايه ده هتساتر يا ربا. هتساتر يا ربا. هتساتر. هتدوس عليها. ايه? هتدوس عليها. يوه. بس بس بس. ايه الراجل اللي بيقع كل ما نشوفه ده? انت بتلعب حدا? البكر الرشيد. البكر الرشيد. اولي ايه? اه 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 تمام تمام اولان. بس بس. عليش يا جماعة احنا مضطرين نمشي عشان عرصتنا حامل. اه بكر رشيد. بسكي بسبعك. ايوا بسكي بسبعك متبتي. جاهزة. يلا يلال. يال. ايوه. تارف سوي. منك لله يا جمال. ايه اخي مش عارف لما بقى كو سمك. ايه بيحصل لك على فكرة عن كده بتشبس اكتر ايو باتحك ما انت بتتحك وعلى الزهار مالك بقى لا ما بتحكش على الزهار باتحك عشان انفتكرت حاجة اشفتها على اليوتيوب اليوتيوب تعمل ايه؟ هننام تعبيت ايه ابني ولا ايه ده كده هنزح انا ما بعرفش انام في الطنة ده خاف خاف وانا بعرفش انام في النوع خلاص ان شاء الله عانت منامت ايه ده؟ طب لو ما بتخاف من الطنة بتغطي وشك ايه؟ انت بتضغطني يا سيد السابت انت؟ انت بتشتبني انا؟ يا امو انا حاجش اسم وزمخيه لك افتح يا جمال افتح يا رخيص الغالية واضح فين؟ غبيها فين؟ اخا 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 اقسم باللاة ما تفهمينه غلط ... في واحده في دولاب نعم والله يا مادام حضرتك تتفضل Lee تركبه وانا حزوؤ處 العربية روح ربنا يفتح لك الأبواب المغلقة تامر انا بشكرك جدا جدا على اليوم النهاردة الناس استمتعت جدا اريد اقولك لحد دلوقتي الناس متفاعلة على هاشتاج اسأل تامر حسني يعني ونسا عملين بيبعثلنا في ريكوستس واغاني كتير لكن مع الاسف معدناش وقت اكتر من كده لكن فعلا بشكرك انت فعلا قدرت انت سعيدهم برغم ظروف المنمر بيها وهم عادين في البيت يعني يا رب فعلا اكون قدرت ان انا امتاعهم ونعايد مع بعض ويحسوا ان انا دخلت كل بيت وغنينا مع بعض ويا رب يكونوا استمتعوا باسئلتك الجميلة ربنا يا خديد انا بشكرك جدا يا شيرين انت موزيعة جميلة وكبيرة ومحترمة وكل اسئلتك كانت كويسة قوي وجديدة وفي محلها والاغانية بعجبتهم النهاردة الجديدة والقديمة وكل الحاجات اللي قلناها بشكرك جدا جدا يا تامر على كلامك وعايز اقولك بقى حاجة انا من اكبر المعجبين باغانيك وبافلامك وفعلا نجم يعني بنفتخر اما بنتكلم عنك ومنفتخر لما بنشوفك كل شوية بتقدر توصل لمكانة اعلى من اللي قبلها بشكرك انا بشكرك جدا جدا وبشكر الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية على المجهودات الضخمة اللي عاملينها لإسعاد المشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم كله وان شاء الله الجايات كتير وكل سنة طيبين وعيد سعيد علينا كلنا رب ان شاء الله كل سنة وانت طيب يا تامر ودلوقتي حاسبكم مع الفنان الكبير تامر حسني حيغنيلنا اغنية اللحظة الحلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي اللحظة الحين ونازمت تعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تريد ببلاش طولي انهار للفرحة دي اللحظة الحين وقازمت تعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تريد ببلاش ده ديل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وظهر معانا ليل ومكسبناش هيا الحينه عشاد كم مرة وطولي آس الميل لا تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وظهر معانا ليل ومكسبناش هي الحياة هنعيش هدي جم مره نصهر في الليل ويال عشرين دي اللحظة الحيل ولازم بتاعاش واستني يا شمس كمان ساعتين والبلاش بالوقت دي براش نصهر في الليل ويال عشرين دي اللحظة الحيل ولازم قاعدتي بتاعاش واستني يا شمس كمان ساعتين والبلاش بالوقت دي براش لا 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 خلصت حفلتنا النهاردة اللي كانت حصري على شاشة ON TV وكانت متقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكان بيحييها النجم الكبير المصري تامر حسني استمتعنا جداً بكل الأغاني اللي فكرتنا بذكريات كتير جداً وكلنا فعلاً متعودين على أغاني دي وبنحبها من زمان عايز أقول لكم حاجة لسه حفلات العيد ما خلصتش عندنا بكرة حفلة في السي بي سي هتكون مع زميلتي هيبة الأباصيري وعايزين بقى نوح دلوقتي هي في البروفا وعايزين نعرف منها إيه الأخبار في البروفا إزيك يا هيبة وكل سنة وإنتي طيبة وإنتي بالصحة والسلامة يا شارين وكننا بخير يا رب وفي أحسن حال طبعاً عايزين نتكلم الأول عن حفلة تامر حسني المبهجة الرائعة اللي إحنا حتى هنا وإحنا في البروفا تابعناها معاكم وتابعنا الاختيار الموفق الرائع للأهرامات بتاعتنا حبيبتي ربنا هيخليكي إحنا بقى مشتقين جداً إحنا نشوف حفلة بكرة إنتي بتحضر إلها عايزة أعرف بقى مين النجوم اللي هتكون معايكي بكرة بكرة يكون معانا النجم الكبير حميد الشعيري هشام عباس ومتحة صالح وإن شاء الله تكون حفلة تريق بجمهورنا بشكرك جداً جداً يا هيبة وعايزة كمان أشكر كل الناس اللي تواصلت معانا على صفحات السوشيل ميديا في خلال الأيام اللي فاتت دي وعايزة أفكركم إن بكرة حتكون حفلتنا عالسي بي سي وعايزة أقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيمانا يا نهار الشوق على أجمل ناس يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيمانا أقول يا نهار ليل الفرحة عين في اللحظة الحين والهزين بالتعالي ميديا عاش وإستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيبي بلاش طول يا ظهر ليل فرح عالين دي اللحظة الحين وغازم تتعاش وستعم يا جز كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيبي بلاش طول يا هيل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وصهر معانا يا ليل ومتسبناش هي الحياة هنعيش هدي كم مرة ونصهر في الليل ويال عشرين دي اللحظة الحين وغازم تتعالين زاد دلوقتي في الشيك زاد والقاهرة الجديدة كمان ساعتين وبلاش الله الله عالباصر ويالله الله الله Linda جمال لله لله الله الله علي مصر الله علشان كلنا في مركب واحدة وهدينا في هدين بعض هنقتر نعدي الصعب لأن المصر الأصيل دايما خير للكل وي قبل أي حد